اهلا بحضراتكم من جديد اكد مندوب يمني في مفاوضات جيناب ان جميع الاطراف متوافقة على ضرورة وقف اطلاق النار في اليمن لكنها لم تتوصل الى اتفاق بعد وضح المصدر ان الحثيين وافقوا على الهدنة الانسانية من دون شروط مسبقة لكنهم لم يتحدثوا عن انسحابهم من المدن اليمنية من جانبي قال المبعوث الدولي الى اليمن اسماعيل ولد الشيخ احمد قال ان جميع اطراف الازمة اليمنية وافقت على اعتماد المرجعيات الثلاث للحوار وهي المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار وقرار مجلس الامنة ميدانيا دمرت طائرات التحالف العربية عددا من الاليات والمعدات العسكرية التابعة للحثيينة في خمس غارات على مأرب وسط اليمن وفي مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة قصف طائرات التحالف مغسكرة حنيشانة تابع للحثيينة وقوات رئيس المخلوع علي عبدالله صالح كانت القوات البحرية تابعة للتحالف قصفت ليلة امس مقر اللواء خمسة عشر مشاة في زنجبار عاصمة محافظة ابيان جنوب اليمن كما قتل اربعة حثيين واصيب اخرون في كمين نفذته المقاومة الشعبية الموالية لرئيس عبدالربو هادي منصور شمال مدينة الضالع الجنوبية لتعليق على الموقف والوضع اليمنى الان سياسيا وميدانيا ننضم الينا المحلل السياسي اليمنى السيد جمال دراس تحياتي سيد جمال وسوالي يبدو ان هناك توافق ولكنه توافق على طاولة المفاوضات وليس هناك مدلول على الارض اتحدث عن مواقف الحثيينة فكيف يكون الوضع في المستقبل شكرا على الاستباقة اولا بالنسبة للهدنة الانسانية هو صد الفعل يتم التوافق ولكن ما زال الى الان الطرفين طرفين في المفاوضات لم يلتجوا ابدا وكانت اللجاءات منفردة اللجاءات مع مضعوث الامين العام للامم المستحجة مع كل وصف منفصل ولم يتم الاتفاق على جوات المشتركة حول تأيسية تنفيذ الضرار رجل ٢٢١١ ولكن الهدنة الانسانية هي فرضاتها الظروف لان بالفعل الشعب اليمني في الوقت الحاضر يعاني امر المعاناة ومن مجزء جميع الاغذية والمواد العلاجية وكل شيء بالعضاء الى تدهور الخدمات وهناك ايضا مؤشرات الى وجود حالات وفاة نتيجة للكلسة ونتيجة الى حمى الظنك التي اتحى جميع المناطق التي فيها الحوض طيب سيد جمال السؤال اللي بيترحل الموقف الحالي سواء من ناحية سياسية في التفاوض في محادثات جينيف او من ناحية الارض هل تكرار خسائر الحثيين وتكرار استهدافهم ونزيف الخسائر هو ما دفعهم لقبول الهدنة وبالتالي السرايان في اكثر واكثر في سبيل التفاوض والحوار هو حقيقة ان الحرب منذ بدايتها هي حرب عبثية لا فائلة منها ولا فائدة الحوثيين حاولوا ان يلتفوا على مخرجات الحوار وضاموا واعترضوا من بداية الاحداث منذ 21 سستنبر عندما دخلوا الى العاطبة صنعة وهم يعملون على عدم تنفيذ ما تم الاتفاوض عليه ثم فرضوا هذه الحرب وقدوا الاحداث المتسارعة الى حدوث هذه الحرب ولكن النتيجة الفعلية هو كل ما نحن نعلم انه لن نصل الى نتيجة الا ما تم الاتفاق عليه ما اتكفد عليه اليمنون بالرغم من ما في مخرجات الحوار وما تم ومن تم اختيارهم في تنفيذ الحوار ولكن ما تم الاتفاق عليه هو ما سيتم اللهم ان الان تغيرت المعادلة واصبح ما بدل ما هو الطرح حول تكسير من يمن الى ستة اجالين هناك طرح جديد فرضاته المجاومة الجنوبية في الارض وهو ان يتم التكسير الى جانبين من اجل ان يتم دولة اتحادية من محافظتين انا بشكرك جزيلا سيد جمال دراس المحلل الاسياسي اليمني تعليقا على الموقف اليمني سواء من ناحية السياسة او من ناحية الوضع الميداني سوريا عدى مئات انزحين السوريين الى منازلهم في بلدة طل ابيض على الحدود مع تركيا بعد ان تمكن المقاتلون الاكراد من طرد مسلح تنظيم داعش منها كان اكثر من 23 الف لاجئ سوري فروا باتجاه تركيا بسبب المعارك العنيفة في المدينة لكن بعد احكام المقاتلين الاكراد سيطرتهم على المدينة التابعة لمحافظة الرقة شمالي سوريا اعادت السلطات والتركية فتح المعبر المقابل لها وانتقدت منظمة العفو الدولية كل من لبنان والاردن وتركيا بسبب اغلاقهم الحدود في وجه اللاجئين السوريين كشف الملياردير الامريكي دونالد ترامب عن نيته الترشح في انتخابات الرئاسة المقبلة وفي خطاب القى من ترامب تاور بمدينة نيويورك وعض رجل الاعمال الشهير باعادة بلاده الى عظمتها بحسب وصفه وقال ترامب البالغ من العمر 69 عاما ان الولايات المتحدة تعاني من مشكلة حقيقية وانها لم تحقق انتصارات منذ فترة وليست هذه المرة الاولى التي ينتقد فيها سياسة الخارجية والاقتصادية لبلاده وتعهد صاحب الاربعة مليارات دولار باصلاح مواصفه بتدهور الولايات المتحدة